وبتوصل رسالة قوية جداً الحمد لله فذي كانت بداياتك خلف الكاميرا؟ بداياتي خلف لما كنت صغير كنت أمثل في تلفزيون أرامكو قبل تلفزيون السعودي قبل كان في تلفزيون أرامكو لأن أنا من تربية الدمام يصهر بس لأرامكو؟ أه؟ يصهر بس لمنسوبي أرامكو؟ لا، يصهر بس بالدمام بالدمام فقط إحنا ساكنين هناك لنا علاقات في أرامكو بالسنة أنا نروح كل أسبوع هناك كان فيه سينما الزمان جميلة كان فيه اللي هو كانتين يسموه أو هو الآن بنظام البوفير مفتوح أيوة فكنا نروح هناك نمبسط في تقدر وقت خاصة إحنا شباب ما يمنعون من الدخول إحنا أول هو إبراهيم سألك السؤال الحلو بتاع دخولك بس تقول أستاذ بدرياء للتمثيل وإحنا عارفين إن المملكة العربية السعودية كانت شوية صعب أن الحرمة تكون في أي مجال يعني محدد لها ماكي معينة حسب العادات والتقاليد وكذا حتى عندنا بالمناسبة في السودان برضو بكل مكان أيوة كانت المرأة صعب إنها هي تمثيل كيف بدرياء دخلت للمجال ده وكيف ساعتها وإش اللي شاركتوا فيه مبارك والله الحمد لله طرم أنه مجال إحنا شغالين على نظافة أو شغالي أنا وياها بالأكس برضو هي رسالة هي طلبة ولا كيف شفتها موهي لا 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 ترجمة نانسي قنقر